من ترك الجمعة ثلاث مرات نكتت نكتة سوداء في قلبه ثم يكون الران وتلا قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من عظمة هذا الدين الكريم أنه جعل إحدى عباداته عبادة تعليمية يعني أي مسلم يجب أن يصلي صلاة الجمعة في مسجد ولا بد من خطبة تسفق هذه الصلاة لذلك نحور هذا الدرس أنه يمكن أن تصل إلى درجات عليا لو أنك أديت صلاة الجمعة كما أراد الله ما الذي يحصل؟ قد تدخل إلى المسجد مع صلاة الجمعة تدرك ركعتين أو ركعة وتتوهم أنك صليت الجمعة الحمد لله لحان الصلاة طيب هي هذه الصلاة أو هذه العبادة التعليمية من أجل الصلاة؟ لا الدليل حينما قال الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِيَوْمِ الْجُّمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ افتحوا كل التفاسي اصعوا إلى ذكر الله ما المقصود بذكر الله؟ قال سماعوا الخطبة المقصود بذكر الله سماعوا الخطبة يعني 24 ساعة درب سبعة 200 تقريباً و68 ساعة ساعة من هذه الساعة لله هل تستكسر على الله أن تتفرغ ساعة بسماع الخطبة؟ هذا الذي يأتي إلى المسجد مع الركعة الأولى أو مع الركعة الثانية ماذا حصل من هذه العبادة؟ لم يحصل شيئاً لذلك أدق ما في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نولي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله